اسمي سكايلر نيس شيليا ورشيل افضل صديقاتي وكنا دائما على وسائل التواصل الاجتماعي ننشر صورا لنا ونقضي وقتا رائعا معا في 6 يوليو بعد منتصف الليل خرجت من المنزل من خلال نافذة غرفتي وبقي شاحن هاتفي في المنزل والنافذة مفتوحة كما لو انني اعود في الصباح التالي اكتشف والدي انني غادرت وابلغ عن اختفائي ولكن بسبب كوني مراهقة بدى وكأنني غادرت بارادتي وبعد 6 اشهر عثرت الشرطة على جثتي في غابات بنسلفانيا اعترفت رشيل في يناير 2013 اعترفت بالتآمر مع شيليا لقتلي عند سؤالهما عن السبب اعترفت بانهم ببساطة لم يعود يرغبان في ان اكون صديقتهم فوكمت شيليا بالسجن المؤبد ورشيل بالسجن 30 عاما